السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى تكونوا بخير في فيديو النهاردة هنحضر بسكوت على شكل الدب دوب تدي بطريقة سهلة وبسيطة جدا والمكونات كمين صحية جدا هنحضر ألز وأسهل بسكوت من دقيق الشوفان والدقيق الحب الكاملة أو الدقيق الأصمر طريقة سهلة وبسيطة ومكونات موجودة بإذن الله في كل بيت تابعوا معي الفيديو علشان نعرف إلطريقة بالتفصيل بس قبل ما ندخل الفيديو للطريقة أتمنى من كل قلب اللي مش مشترك في القناة عم سبسكرايب وشير ولايك للفيديو لو عجبكم طبعا هنقول بسم الله ونبتدي بالمقادير وطريقة التحضير فبقولة هنا حضرت تلت كوباية من التبتق الطريقة بدرجة حرارة المطبخ وتكون طريقة بالشكل الان شايفه ده هضربها بالمضرب اليدوي أو الكهربائي ما فيش أي مشكلة لمدة دقيقة أو دقيقتين بالكتير قوي وبعد كده هضيف عليها تلت كوباية من السكر البني أو السكر السندرافيش العادي اللي موجود عندك تقدر تدفيه لقيمة غذائية أعلى أفضل أنك تضيفي السكر البني ولكن لو ما فيش ما فيش أي مشكلة وبعد كده هضيف عليهم بضايا بدرجة حرارة المطبخ مع رشة من الفانيلي حوالي ربع معلقة صغيرة هضربهم مع بعض كويس جدا لمدة ديتين أو تلاتة لحد كل المكونات متى تجانس مع بعضها والزبتة تدوب تماما مع السكر بالشكل الان شايفه ده بعد كده هبتدي ألم الخليط من على جوانب البولة وهضيف عليها كوباية من التقيق الأصمر مع معلقة صغيرة من الباكينج باودر مش هزود الباكينج باودر هو معلقة واحدة بس معلقة صغيرة بعد أول كوباية من التقيق ما تلمت في قلب الخليط بتاعي كويس جدا معي كوباية من تقيق الشوفان هنزل بيه تدريجية لحد العجينة ما تتلم معيه أنا هنا محتاجتش كوباية ديق الشوفان كلها اتفضل منها حوالي معلقة أو معلقتين تقريبا المهم انك تلمي العجينة لحد ما تتلم كلها وتوصل معاك في الآخر لشكل الان شايفيدة بعد ما وصلتها للشكل ده هغطيها وهدخلها التلاجة ترتاح لمدة نص ساعة او اكتر لو معاك وقت ما كانش معايا وقت كتير فازبتها ترتاح حوالي خمس دقايق مش اكتر من كده وبعد كده ابتديت في التشكيل ابتديت اقطع العجينة قور الكورة بحجم سفار البيضة اكبر شيء من سفار البيضة بالشكل الان شايفيدة وبعد كده هجيب لكل كورة كبيرة 3 كور صغيرين جدا بالحجم الان شايفيدة تقريبا اكبر شوية او اصغر شوية من البليا يعني الحجم هيبقى نسبة وتناسبة على حسب انتي بتقطعيها باديك ازاي انا اقطعت القطعة تقريبا بحجم اكبر شوية من سفار البيضة ويمكن ادها جميع وبعد كده هجيب البسكودة هديها تجليكة خفيفة في ايدي علشان انا عامها وهفردها وبالقطعها هبتدي اساوي الاطراف بتاعتها بالشكل الان شايفيدة طبعا الزيادات اللي اطلعت من اطراف البسكودة لمتها على بعضها وعملتلي كمان قطعتين زيادة عن القطع اللي شفتوها معي حدرت هنا الصانية اللي ادخلها الفرن وزي ما قلتلك في المرحلة دي الفرن سخن على درجة حرارة 180 حدرت هنا البسكودات بتاعتي في قلب الصانية بالشكل الان شايفيدة وبعد كده هبتدي اجيب القطع الصغيرة او الدوائر الصغيرة اللي احنا شكلناها وهنبتدي نضيف الانف بتاع الدب دوب تيدي بالشكل الانت شايفيدة هتضغطي بس ضغطة خفيفة جدا وهي هتلزق بكل سهولة ما تيليش ابدا من النقطة دي هحضر لكل البسكودات الانف بتاعتها وبعد كده نبتدي نحضر كمان للودان بالشكل ده حاول تكوني حريصة ان الودان تكون بشكل مدور متاخدش الشكل تاني يعني احنا بنعمل الدب دوب في الدب دوب عادة بدبقى ودنه تكون مدورة مش بتكون مسحوبة لفوق شوية كده زي القرنب او كده طريقة سهلة وبسيطة جدا 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 والنتيجة كانت هيلة 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 وممتازة حضرت البسكود ودخلت الفرن سخنة درجة حرارة 180 لمدة من 15 ل 20 دقيقة وده كده كان شاكله طبعا ما خربتوش من الفرن جروه انا متأكدة انه اخد اللون الرائع الانت شايفي ده وكمان استوى كويس جدا بعد كده نبتدي بقى في مرحلة التزيين عندي هنا شوكولاتة بيضة مسيحيها على حمام مايا دافية وحطتها في كيس بلاستك عادي بلاو الاكياس بتاعت التلاجة فتحتها فتحة صغيرة جدا نبتديت اشكل في الانف بتاع ال دب دوب بالشوكولاتة البيضة بالشكل الانت شايفي ده طبعا تقدي بالك الجو سقعة فهتلاقي الشوكولاتة بتجمد منك بسرعة فالخطوة دي يريد تكون سريعة شوية وإلا هتتغلبه هتفضلي كل شوية تسياحة في الشوكولاتة واترجعيها تاني خلصنا الانف بالشوكولاتة البيضة ودلوقتي جي دور العيون ورسمة الفم طبعا بالشوكولاتة الدرك او الشوكولاتة البني يبنى قطعة من الشوكولاتة البني وسخناها او سيحناها على حمام مية وحطناها بطبيعة الحال في جيس بلاستيك وفتحنا منه فتحة صغيرة جدا جدا بالشكل الان شايفي ده وابتدينا بقى نرسم العيون والفم بالشكل الان شايفي ده طريقة سهلة وبسيطة جدا جدا عاوز اقولك بسكوت رائع طعمه حلو جدا وطريقته زي ما شفتي معاه في الفيديو ما اخدتش مني ولا وقت ولا كمان اخدت مجهود والنتيجة كانت ممتازة اتمنى من كل قلبي فعلا تجربيه اتمنى يعجبك جدا جدا باذن الله والجميل طبعا في البسكوت ده انك تقدر تنفيزي الاولادك في اي وقت ولا اي مناسبة كمان البسكوتة مقرمشة وطعمها اكتر من رائع ومكوناتها زي ما شفتي معاه في الفيديو مفيش ولا اسهل ولا ابسط من كده ده كان الفيديو بتاعي النهاردة اتمنى من كل قلبي يكون عجبكم لو عجبكم ما تنسونيش فيشير واللايك والسابسكرايب اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة وضمتم امنين يا احلى متابعين